السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم قبل شباب رجعنا في فيديو جديد وحلقة جديدة عن محاكل مزرعة. بهذا الفيديو راح نكمل السلسلة اللي حكينا لكم عليها. راح نكمل بهذا الفيديو نعمل معمل لتصنيع المواد الكيميائية. طبعا هنحن اعجيكم نياب اللعبة اش هو المعمل هذا اللي راح نشتغل عليه اليوم. اللي هو هذا المود. راح نصنع فيه هاي الماكينات راح نجمعها. طبعا هو خمس مرة. اه اربع هنه خمس اجهزة. راح نحط. متل ما يكون شايفين. انهم هذا هو المود. بشان زيبتكن تحملوه وتشتروه وتستبتوه هون. طبعا هذا المود راح يكون موجود كم صندوق الوصف صندوق الوصف في ملف الاكسل. راح يكون اسمه بالعربي. اسمه بالانجليزي. شارح عليه بالعربي. وبالاضافة رابط تحميله بالموقع الرسمي. وبالاضافة في واقع منها هيكون الفيديو هذا اللي راح تشوفه فيه. كمان موجود من ضمنه. من ضمن يعني كلهم هيك محتاجة عن بعض. مشان سهولة اي شخص يحتاج لاي مود. سابقا او لاحقا بيشوف كل مود شنون مشروح عنها بشكل مفصل. كمان? طبعا انتم ايكوا شايفين هذا المود ميقلف من خمس ماكينات. ثلاث ماكينات اول شي عنا. ماكينات تصنع مادة. وماكينات تصنع مادة. وبعدين المادتين هدول بنحطوه بمادة ثالثة. وبالاضافة فيه استروجين. مشان هدول مادتين وقتين يطلعوا يتخزنوا بهدول الاستروجين. وبعدين نروح على الماكينات الثالثة تمام? هاي مختصر المود بشرحه. طبعا اه نحن ندخل التسييفة. نعمل ستار. طبعا اشكركم لايكات لو تحطوها وللمشاهدات. واشكر اصحاب التعليقات اللي طلعت ذلكنا على شاشة على تعليقاتهم. وانا فخور جدا لانكم دائما بتعلقوا. بس ولو كذا ما في مناسبة مهمة حتى اظهر التعليقات هاي واحد. اتنين والسبب المهم جدا. اللي هو دائما انه يكون عندي انا مشكلة. الفيديو انتوا تشوفوا وعب بتعلقوا عليه. الفيديو هاني نازلت بعد هون اساسا انا مصورهم خالص عرفتوا شنون. فما ممكن اني اش خد التعليق فورا نحطوا بالفيديو اللي بعده فمتوا شنون. بس هاي المعلومة جدا وهم حابة اركز عليها وحكي لكم عليها. فعلقوا عادكن اسئلة يسألوها عادكن تعليقات مهمة عالقوها. وانا فخور جدا بصراحة تنفيكم. وان شاء الله نكبر ومضلنا شوي ونوصلت للتلاف همتكن ايك ازول نحوالكم شايروا للفيديو هاته من هنا لايكات علقوا يا اخي. طيب هالمرة بدنا نحط جائزة اكبر اكثر شخص يعلق على الفيديو ان شاء الله رح يطلع بالفيديو الجاي. هيك بنعمل كل فيديو رح يطلع اسم الشخص اللي هو رح يكون اكثر شخص بيعلق بالفيديو. وطبع انتش اضمع حطيت الشخص اللي بعدك حط اكتر منك هو بيطلع اسمه. على هو حطيت خمسة وبعدك حط ستة هيطلع اسم السادس. وهيك حتى نكبر ونصير تعليقات جدا كتير على القناة او على الفيديوهات. تمام? وهنا نعمل استار ونفوت على المات. طبعا انا لاعب شوية فيها جمعت شوية مصاري. لملمت مثل ما يقول. لان نحتاج لانه فعليا ما بتكفي المصاري لان ما عمله حوله. اصدخلنا على الشو بدا نشتري حكيت لكم عليهم بارحقنا. حكيت لكم علي بالفيديو حين الماضيات يمكن. يعني هو خمسة وعشرين هو خمسة وعشرين الف خمسين. هون عنا خمسين صار مية الف. هون خمسين مية وخمسين الف. وهون ميتين وخمسين الف حق المعمل. طبعا المهم. انا مشتري وركبته وجحسته لعدة اسباب طبعا تتعلق بالجودة متى ما يقولوا. اه راح تشوفوني انا هلأ اعلقه. شوفوا شنون حتى حطي لكم هياك اصاففها بشان شان هلأ اوقف عليها. اه بداية متل ما لكم شايفين. نانشي لهون في مشكلة بالكاميرا ما بعرف ليش لانه عساس هذا مو دوء السيسم ثبت. متل ما انكم شايفين هاي معمل هاي اتنين هاي تلاتية. طبعا هذا المعمل النهائي اللي هو موجود هون. اللي هو اللي هو هذا المعمل انه هذا المعمل اللي موجود تحتي تماما هاد. خلينا ورجوكم لهونيك على عرض الواقع. هذا المعمل الاول. المعمل التاني اللي هو هاد. اللي هو بيطالع نوع من المنتجات اللي هو راح يعتمد على المنور. هذا بعتمد على المنور هذا المعمل التاني. وهذا المغزن تبعه. هو المغزن التاني لهذا المعمل. هذا المعمل آآ آآ راح يطالع آآ بيعتمد هذا المعمل على السليج. السليج تمام. هلأ راح شرح لكم ان شاء الله بالفيديوهات للمستقبل يا شو نحن نسوي السليج. اللي هو بيستخدم فيه لأكل البقر. هو اهم عنصور يعني باكل البقر. او هو اصعب عنصور يعتبر. عرفته شنون? راح نجح لكم عليه. طبعا هذا الهون بس يحتاج للسليج وموزوت بس ما يحتاج شي تاني. طبعا هون الخزان. طبعا انا معبي موزوت نخلص. نجحزهم بالموزوت وهذا الخزان طبعه تمام. نجحزهم وعامل شوية شغلات انا ما اشتغلها بالفيديو يعني نجحزها مثل هلا هون بدنا نجيب من المعمل الاول نحط هون نجيب من المعمل التاني نحطه هون وبعدين هذو اتنين ينخلطوا وينكسروا مع الماء تطلع الكمية اللي هون راح تطلع معنا. اه العرقام نسي تحسينها اش قد اقول كون شغل راح يعطينا انتاجية بس المهم راح نعرف بالمستقبل بس اكيد راح تربح معنا تمام? وفي هون عنا الحنفية هاي بش هنعبي هاد الخزان نجيب تريدك الماء وتنصفها. هلا انا معبي كمان ماء اه خمسمائة الف لتر. تمام? فول ماء. تمام كل شيء تمام? ما في اي اشي ناقص. هلق بنروح بنجيب اول معمل لازم نشغله اللي هو هذاك. طبعا المنور. تمام? طبعا هون افرجكم اش بده? طبعا هون المنور راح نحطه. بتكبسوا هون حرف الار شوفوا اش بدهم. لا والله هون بده السليج. هون بده السليج وديزل. الديزل موجود بده بس السليج حتى يبلش طلع لنا. اشو هاي? كومبوست. هاي كومبوست اول مرة بسمع فيها ما بعرف. صراحة. نحن راح نجيب له السليج. السليج شو هو? هو العشب المخمر. تمام? طبعا للسليج في له عدة طرق لحتى نطالعوا. راح ناخد لكم مثل ما يقول ان نفتر بالبيكام نفرجيكم هي. هو شي نفرجيكم من هون. النوع الاول اللي هو بيكون البكر الطبليات هدول الخضر بتجيبوهم تحطوهم بهاي الماكينة. بيطلع معك بالات بيض. راح نفرجيكم هان هلأ. ما تطلع عندك البالة البيضة او تشتريها من الشوب ازا بدك تحب تشتريها. تجي لهون على البالة. تجي ها هي حقها الفين ومئتين طبعا بالت السليج جدا غالية انه هو العشب المخمر اسمه. في عندك الطريقة التانية. طبعا راح شحلكم عليها ان شاء الله بالمستقبل. الطريقة التانية بتطعط طول البقر. تستنى بس لكمية قليلة جدا ما اطلع كمية جدا كبيرة. هلأ بس اروح على البيت فرجكنيها. والطريقة التالتة اللي هي هون. طبعا انا اشتريت هذا المبنى كلياته لانه في عندنا مشروك نعم نشتغل عليه. والله رزقنا مصاري. فاشتريت انا هاي الماكينات كلياتها وهاي الارض كلياتها. المشروع التالت او الشي اللي يسوي السلج فيه هو هاد. شوفو هون. طبعا انتم اتمشي فيه. شايفين نسبة مية بالمية عبيعطينيها. طبعا راح شرحلكم عليها بفيديو ان شاء الله بمستقبل. راح نحن نحن لكي لكم شون طلع السلج. هلأ راح اروح اجيب السلج اللي هو على شكل بالي مخمرة. تمام? انا عاطت بالارض كان بالي موجودة اساس عنها ذاتتهم من زمان. اه راح اروح اجيب منهم طبعا البالي المخمرة شلون بتجيبها? بتجيب العشب بعد ما تقصوه وتسوي بالي وتطالعو بتحطو بهاي الماكينة قلت لكم عليها بتلفها الابيض اللي توني شوفتها قبل شوي. بعد ما بتلفها ابيض وتتركها لمدة اربعة وعشرين ساعة بعدين بتصير اسمها سلج. هلأ بنروح نجيب البي كامل نجيب اتنين. طبعا هاي السلج اللي هم بحكي لكم عليه هيك بتصير طبعا بعد ما تجيبه تحط له السلج. طبعا اول ما تحطو بدك تتركه على يوم كامل اربعة وعشرين ساعة. بس مرة عليها اربعة وعشرين ساعة بيصير قابل الاستهلاك. او سلج نظامي. تمام? كمان. والله معلم له. طبعا لك. يا الله حاج حاج ما ضروري يجو عدي زين. طبعا في شغلة انتبهت عليها انه الفيزياء فيها كتير خرافية طبعا باني انا هون وهون قبل ما اروح رح افرجيكم. طبعا في المكان الثاني اللي بيطلع من عند البقر اللي هو هون. عند المعلف طبعه. شوفوا شلون. هون عند المعلف هذا اسمه السلج او تريد تهدو متل ما انا اخدته هاد بالبالي او تشتري نفس الشي يعني اي طريق ان تبدأ كاتر اي حاجة تشتغل فيها. بس اذا تشتري كل شي من الشوب حرام يعني انت تعمل كل شي يعني صراحة خلاص تري جاهز وخلاص لا توجع راسك. اه الشيطين اللي نحتاج له هو المنور رح نحمل هاي السيارة بس نحمل هاي البالة. ورح ناخدها معناه. طبعا فيها خمسة الاف وسبعمية تقريبا وستمية تقريبا زبل. خلي علق شوفير ما شوفير يلا دي امشي وراي. طبعا رح نحتاج للزبل للمكينة الثانية وهذا تاخد سليج والتانية تاخد زبل. تمام? طعا يا حجي. اهم مش يلقي هذا ست اول بالك اطول بالك يا مجنون. انا ما ايش حس الشوفيرية مرضانين اوقاتا. تمام. هان نجيبه. اف 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 اف. توقف خلاص. تمام. مو هون السليج قلناه. الله نصيت السليج وين? اه هاي السليج هون. هات نفك البالة. طبعا السليج هو هون هعطي لك مكان للتعبئة من هون لانه فيه له عدة اماكن. ممكن تروح تعبي منه ومن هون بزردك تعط. انا نشوفه نحط هون طبلية. انا تقولي بس بده ماكينة نحطه بالماكينة نجيبه هر طيب المهم ما انا فيه يتركه هلا هادا شوي. نرجح له. انا نشكله بدي اجيب ماكينة لازم افرطه. ما يكون معباب ايش اسمه. هون المكينة الثانية طبعا هون بس تحتاج لما زوت ولا الزبل اللي بحاملينه معنا. لازم نحط هون وبب. ما قدرنا نفضي المنور ليش? طيب. يوجد اقتراح اخر نعمله. المهم هلأ نترك المنور مرة ثانية نرجع على السليج. طبعا انا رح اجبت هاي الماكينة واجيت ليش? مشان انفضي السليج بقلبها. ليش حاسس الكاميرا صايرة مثل ثلاثمية وستين درجة اشيك عبا تحرق. المهم نحط السليج هون. ما نفك البالات طبعته. نركب السيارة. نفتحها على اليمين. لا بنية على اليسار. تمام شايفين شون? طلعت الكلمة السليج التفريغ. هلأ بلشنا نفرغ السليج ياللي صارنا ساعة من جيبه. تمام? طبعا احنا نحمل معنا تمنة الاف. تمام. هلأ بننزل هون? ما نشوفش قد صار عنا. شوفوا شون كاتب تمنة الاف. شوفوا كاتب هون معي صار تمنة الاف. تمام? هاي هون البضايع. والكاميرا ليش هيك صارت ما عارف انا صالي ساعة. ما بعرف. المهم. وهو الموضوع جهز. آآ رح نستنى عليه بما يبلش طبعا هو رح يبلش لحوله رح يبلش بالانتاج. لان هو محتوى اوتوماتيك مجرد بانه يتعبع لحوله يبلش يشتغل. رح يطلع معنا هدول المنتجين. آآ الله شو هي معرفت انا. هشوفوا الشيء بالمستقبل ان شاء الله نعرف الشيء يطلع معنا زيادة. نجي على الماكينة التانية اللي بدها آآ عفوا بدها منور. المهم يا شباب بعد الاستنتاج طلع ما بدهم المنور اللي هو يجي الزبل. بدهم نسلوري. بدهم نسلوري. شو نطلق. طبعا بعد عناء طويل فكروا انه بدهم منور وانا كنت عارفان انه بدهم نسلوري. وكنت اول مرة جيت عن بيتها وبعدين غيات رأيية. المهم طلع بدهم نسلوري. تعزبنا ورح نحملنا المنور كله بس يلا عاضي مدام تحمل ونحط بالحاوية هديك خلاص. امورنا لوز ان شاء الله. الله حق. جبنا سياء اللي فيها اسمه. اللي فيها منور. آآ اللي فيها سلوري. لان شفته انا خزان سلوري. انا بعرف له خزان سلوري ومتذكر سلوري وكنت عبيها وجيبها سلوري. بعدين غيات رأيية لتلقى يكون غلط. مهم. خلينا نصفها هنا. تمام. هاي عطاني تفريغ. وبلش يفرع. طبعا رح افصله. ما بصير. بدنا نضل مع القيم بس بالتحميل افصله عاضي ما في مشكلة. طبعا هناك عندي انا اتمن ثلاث حطيت آآ سليج. وهنا عزيز كنت احضت اتمن ثلاث بس ما اصار اتمن ثلاث صارت قلة شوية غسيطة بس. يعني قلع ثمانين. يعني لا بأس صراحة. تمام? هلأ هون في عنا مع زوت معباء. آآ هون صار جاهز. وهلأ رح نستنى هو لازم انا مستنى بعض من الوقت اول شي. بس رح قولكم اش رح اعمل. رح سرع الوقت. مشي لبكرة. طبعا شباب انا قطعت جزء جدا كبير من الفيديو. ليش? لانه انا حملت مثل ما اشفرجتكم. وحطت هناك اثنين مثل ما وارجتكم. طبعا هون صار تقريبا ستعاش الف انا حطت في قلبها. لسه في اربعة الاف. طبعا انا كنت انا هنفكر انه من اول ما اطلع طبلية اشيء لاحطة هناك وتخلص القضية. بس ولكن الطبلية الوحدة لازم تجمع اربعة الاف. انا سهون الف وثمانمية. ومطول موضوع يعني. لسه نطول كتير حتى يطلع ما هي اربعة الاف. وما بدي اضل اشتط بالفيديو كتير. فقلت. حتى انتم جوز ممكن تتواجه هاي المشكلة جوز انتم خليوا معها تكون المود اللي هو بشي لاشياء ثقيلة. فلذلك رح هفرجيكم اش هو الحل المبديل. وطبعا هون نفس الشي هي انا هو شي شفتوني حطيت نين سليج. بعدين حطيت خمسة يعني حطيت ثلاثة يعني صار المجموع خمسة. عشرين الف يعني. العشرين الف اللي حيطتها اه ضل منها عشرة الاف. يعني عشرة الاف راحت. المهم. ولسه مو مش طغل غلال الف وثمانمية كمان. طبعا هون في مادة حملتها ما باش طلعت لي اشو هاي ما فهمت. كومبوست اشو هاي ما فهمت. المهم ما انا فيها. اه رح ناخد طبعا انتم وتشتلوت وحكيت لكم انا اشترينا هاي التريل وتبعية الماء هاي. اشترينها زي تتذكرو ا ا ا اشتريناها من هون هي التريلة صح. طبعا انتم تثبت المواد الثاني اللي هو ها waarها المواد هاي بيطلع لك هاي الإشارة وم بتفوت عليها بيطلع لك هدول الأتليرتين موجودة عندك. طبعا شوف رح ناخد نحني هايا الصغيرة ما بنا انا اخذها هاي الكبيرة لصغيرة حقات ساة bunlar 500 تنقل هاומרين هادول وتنقل طبعا المواد كميائي بعد ما تخلص. والعنصر هدوه العنصر هدو حمنا يطلع بالماكينة الاولى والتاني بيطلع بالماكينة التانية. اتنين التانية يتاهدوا الماكينة التالتة اللي لسه ما شغلناها حتى يطلع معنا هذا العنصر. تمام? فرح نشتري هاي الماكينة حواليا. طبعا اه هاي جبنا لتريلا. امورنا لوز. هلا بنصفها هون. لازم يعطيني زر التعبئة. تمام. عبينا اول الف ستمية لتر. عجب يعبي التانية فوقها. تعالنا نجرب. اني ما اتوقع بس مجرد هاجرو بس. تمام? هلأ بعض ما عبينا زبطنا وصلنا للمرحلة الاخيرة. والاي. تمام? هاي الاي. تمام? هاي اول كمية جبنا فضيناها بالخزان الوسطاني. هلأ بروح نجيب الكمية للخزان الاخير. او الخزان التالت حتى يطلع معنا الكمية النهائية من المبيدات الحشرية. تمام الف وتسعمية ممتاز. طبعا هو لو انا صبران كمان عليها شوي كان طلعت كمية كان حطيت بقلبهم المخازن. يعني من استعجرين بدنا نخلص. لانه انا هذا الحكي لازم انا مشتغله بالوفلاين. مشتغل كميات كبيرة وبعدين جاي مع رجيكم اياها. تمام. طبعا احنا معبين مي. مزبطين كل اشي. جاهز. نصف التركتور هون. نقول له انتظر عملية التحميص. او ليش نصفه? نوضع محلل اوت لانه هو اساسا بيقدر نحمل فيه. مجرد ما تحمل بقلبه جهز كمية منه. تمام شباب? هلقوا هون انا بعض ما انتظرت اه تقريبا شي نصف ساعة. المهم. متل ما اكوا شايفين هون تقريبا نقصة مية هون نقصة مية تقريبا بس الانتاج الكمية انا انا ذهلت صراحة الف. نقص من المي تمام ميت سبعمية وخمسين لتر. يعني سبعمية وخمسين لتر. مية خمسة وعشر لتر. مية خمسة وعشر لتر. ساعة وين خمسة لتر. واو. والله كمية خرافية بجد. ما توقعت على هالدرجة هاي بيطلع معي. طبعا هلين عبي? شايفين شنون? طبعا هلأ وانا نروح نفضيها نقدر وين نفضيها. انا بقول لكم نفضيها مشان نفضيها ما في. المهم. طبعا احنا انا بقدر افضيها في خزان في عندي خزانات موجودة بالماب. بقدر افضيها فيها. بس المهم حوالي لان الفيديو صار جدا طويل وما ابدأ طويل اكتر من هيك. وبس بيكون هون صدنا هات الفيديو. شكرا حسين المتابعة. وشكرا لكم. وزا استفاداتوا بهذا الفيديو اكتبونا تحت بالتعليقات شو استفاداتوا في ه. ان شاء الله بالفيديو الجاي راح نحكي لكم شون نصنع العشب المخمر. او تمام? له عدو الطرق. راح نحكي لكم عليها كلها. ان شاء الله بالفيديو الجاي. وهنا بيكون هون صرنا نهاية الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي. طبعا ما تنسوا صحيح اه صحيح انت ذكرت ما تنسى ما تحط عليه خلقك وش هينطعب الفيديو الجاي. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة ويدفع على خدمة الجرس علشان يوصل لك كل دينا.